قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس في المؤتمر إن هناك زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا الجديد على الصعيد العالمي للأسبوع التاسع وارتفاعاً في الوفيات للأسبوع السادسة على التوالي على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإصابات والوفيات في بعض الدول إلا أن بلداناً عديدة لا تزال تعاني من انتشار الوباء بشكل مكثف وخاصة أن الوضع الوبائي في الهند موجع للغاية أضاف تيدروس أن منظمة الصحة العالمية تحاول بكل جهودها توفير المعدات والامدادات الحيوية بما في ذلك مكثفات الأكسجين والمستشفيات الميدانية المتنقلة الجاهزة وسترسل 2600 عامل إضافي من عمال المنظمة إلى الهند لمساعدتها على مكافحة الوباء من جانبها قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن شدة وخطورة الوضع الوبائي في الهند غير مسبوقة كما حذرت من أن العالم ما يزال في وضع هاش مضيفة أن أزمة الهند الحالية يمكن أن تقع في أي دولة إذا ما خفف العالم من معايير الحيطة والحذر ترجمة نانسي قنقر